اشتركوا في القناة يونت ناين الوحدة التاسعة repeat after me عنوان اليونت the vacation the vacation كلمة the vacation معناها العطلة او الاجهزة t-i-o-n تندق شن نعيد مع بعض the vacation the vacation معناها العطلة او الاجهزة دلوقتي نتكلم على عام الفوكابلري الموجودة repeat after me go to the beach go to the beach نقولها بصرعة go to the beach معناها يذهب الى الشاطئ travel by plane travel by plane يسافر بالطائرة stay in a hotel stay in a hotel يقيم في فندق swim in the ocean swim in the ocean يأسبح في المحيط build a sand castle build a sand castle build a sand castle build a sand castle معناها يبني قلعة من الرمال play volleyball play volleyball play volleyball كلمة play volleyball معناها يلعب كرة طائرة sail a boot sail a boot sail a boot يبحر بالقارب كرة لاحظ معايا ان انا في بعض الكلمات من اولهانك باللون الاحمر كل اللي باللون الاحمر ده كله دي verbs يعني افعال تمام؟ لاحظ معايا كده go يذهب travel يسافر stay يقيم swim يزبع build يبني play يلعب sail يبحر visit يزور take يلتقط او يأخذ buy يشتري ودلوقت نتكلم على structure او القاعدة اللي موجودة عندنا في اليونت اسمها the simple past the simple past معناها الماضي البسيط اليوسج اللي هو الاستخدام بتاعه يعني انا لما استخدمه في حياتي اليومية وحب اتكلم لغة انجليزية في اي مواقف اتكلم فيها actions that happened in the past يعني الاحداث التي تمت في الماضي فعل تم في الماضي تمام طيب الفورم اللي هو الشكل او التكوين بتاعه تعال نشوفه ونتعرف عليه اولا ده بيتكون من كسمين الزمن الماضي البسيط يتكون من كسمين كسم اسمه regular verbs يعني افعال منتظمة افعال منتظمة الكسم الثاني irregular verbs irregular verbs يعني افعال غير منتظمة الافعال المنتظمة مثل من انتم شايفين في هذا الجدول repeat after me play يلعب عايز تقول او تحوله للزمن الماضي عشان يبقى لعبة played visit يزور visited زارة sail sailed يبحر sailed ابحرة stay يقيم stayed اقامة travel يسافر traveled سافرة لو لاحظت كده الكسم ده اسمه regular verbs يعني افعال منتظمة يعني افعال منتظمة يعني شكلها معروف شبهها بالطالب الذي يأتي الى المدرسة بزي المدرسة بنعرفه على طول ان هو ده تبع مثلا المدرسة نبع المواهب لو جابت زي بتاعنا يبقى نعرفه على طول ايه بزي نبع المواهب نفس الكلام هذه الاضافة الاخيرة اللي في كل فعل اللي باللون الاحمر الed لو اتت في الفعل نعرف على طول ان الفعل ده regular يعني فعل منتظم في زمن الماضي البسيط تمام كل الافعال هنا منضف لها ed تمام وايضا يوجد افعال بتنتهي بحرف d وافعال بتنتهي ب i ed ولكن اللي عليك في منهجك هو الذي ينتهي بال ed تمام فدي افعال منتظمة يعني سهلة اول ما تشوف الفعل منتظم اي دي تعرف انه على طول ده ماضي simple past ماضي بسيط تمام وفعل منتظم شكله معروف تيجي بقى لكسمة تانية irregular verbs يعني افعال غير منتظمة دي بقى شكلها بيتغير تعال كده swim swim يسبح سبح buy boot يشتري اشترى go wind يذهب ذهب take talk يأخذ اخذ build 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 يبني بنا لاحظ كده انا قلتلك من البداية ان دي irregular verbs يعني افعال غير منتظمة يعني ايه غير منتظمة يعني بحفظها مثل ما هي بحفظها مثل ما هي بحفظ الشكل ده على طول اول ما عرف ان الفعل ده swim اه الماضي بتاعه بستبدل الحرف الاي ده بليو يبقى swim تمام buy بيبقى boot شكل الافعال كلها بتتغير من المصدر الى الماضي تمام فدي اسمها غير منتظمة يعني شكلها بيتغير شبهها برضو بالطالب الذي يأتي الى المدرسة كل يوم بزي مختلف يعني ما بي لا يلبس ذي المدرسة فانت لما تلاقيه في المدرسة حاجة من الاتنين هتقول يا اما تبع المدرسة تمام ولكن لا بزي مخالف يا اما مسلا جاي المدرسة زيارة وهو ما هو تبع المدرسة علشان كده اسمه غير منتظم كل يوم يلبس زي مخالف تمام ما بعرف هو تبع المدرسة ولا لا فعلشان كده نلخص الكلام ونقول the simple past الماضي البسيط يتكون منك اسمين كسم افعال منتظمة وافعال غير منتظمة regular verbs و irregular verbs الافعال المنتظمة سهلة جدا بتلاقي في اخر الفعل ed في الاخر والافعال غير منتظمة تحفظ كما هي ودي الوقت نتكلم على الاكزامبلز امسلة نقوله مرة كمان انا ذهبت الى الشاطئ امس كلمة ياسر دي كلمة من الكلمات التي تدل على ذمن السيمبل باست يعني الماضي البسيط لما تلاقيها في الجملة تعرف ان الجملة دي في الماضي حدثت امس تمام انا ذهبت الى الشاطئ امس طيب دي جملة في الماضي كيف عرفت عن طريق حكتين اول شيء الفرب هنا وانت معناه ذهبا انا ذهبت الى الشاطئ ادي كده الفعل ده ماضي تمام طيب الطريقة التانية ياسر دي اللي سألها لك كلمة ياسر دي معناها امس تعبر عن الماضي طيب ندخل على الجملة التانية يعني هو صافر بالطائرة هو صافر بالطائرة البرب ده ماضي كيف عرفته لقيت في اخره اي دي الفعل اللي في اخره اي دي تعرف انه ماضي صافر تمام كده يبقى الفعل اللي في الجملة الاولى غير منتظم والفعل اللي في الجملة التانية منتظم ندخل على جملة نمبر سري she stayed in a big hotel she stayed in a big hotel يعني هي اقامت في فندق كبير هي اقامت في فندق كبير كلمة stayed نهايتها اي دي ماضي اقامت تمام ماضي منتظم ممتاز نمبر فور they bought a car last week they bought a car last week يعني هم اشتروا سيارة الاسبوع الماضي كلمة بوت معناها اشترا فعل ماضي غير منتظم شكله تغير تمام يبقى انت كده عندك الجملة نمبر ون والجملة نمبر فور افعال غير منتظمة لكن نمبر 2 ونمبر 3 اللي هو traveled و stayed نهايتهم اي دي فدي اسمها افعال منتظمة سهل تتعرف عليها تمام فيه برضو كلمة last كلمة last معناها الماضي او السابق كلمة عندما تأتي في الجملة تعبر عن الماضي مثل كلمة يسر داي اهو بيقولك هم اشتروا سيارة last week الاسبوع الماضي تمام فتعبر عن آه الزمن الماضي دلوقتي ندخل على negative negative يعني النفي 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 سهل جدا 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 وهي كلمة واحدة بس تعملها في النفي في هذا الزمن اهي اسمها didn't اسمها ايه didn't كانت اسمها did و زودت لها not اللي هي n o t بس انا عشان اعمل اختصار تمام جبت النط جنب did و عملت الحذف بتاع حرف ال o طبعا وحطيت مكانه اباستروفي و خليتها didn't خليتها ايه didn't repeat after me didn't طيب it didn't يأتي قبلها جميع الضمائر سواء مفرد او جمع يأتي قبلها جميع الضمائر سواء مفرد او جمع i told i didn't he didn't she it we they you اسم مفرد اسم جمع كل ده يأتي قبل it didn't وبعد it didn't يأتي ايه اهو كاتب لك a verb infinitive يعني يأتي الفعل في المصدر نختصر ثاني ونقول انه في بكلمة didn't ويأتي بعدها الفعل infinitive يعني الفعل في المصدر يعني الفعل بدون اضافات تعال نشوف examples امثلة i didn't go to the beach yesterday i didn't go to the beach yesterday انا لم اذهب الى الشاطئ امس تعال نشوف نفيت بكلمة didn't تمام واتى بعدها الفعل في المصدر اللي هو go تمام هتقول له ما للفعل go الماضي بتاعه ايه هقول لك اسمه went ارجع للكلمات وهتلاقيه اسمه went تمام didn't واتى بعدها الفعل في المصدر travel اهو مفهوش اضافة تمام طيب number three she didn't stay in a big hotel she didn't stay in a big hotel معناه هي لم تقيم في فندق كبير فين النافي didn't اتى بعدها الفعل في المصدر stay بدون اي اضافة تمام number four they didn't buy a car last week هم لم يشتروا سيارة الاسبوع الماضي فين النافي didn't اتى بعدها الفعل في المصدر بدون اضافات وبدون اي شكل اللي هو الشكل بتاع التصريف الثاني اللي هو الماضي الغير منتظم تمام لو لاحظنا كل النافي didn't واتى بعدهم اللي هو الفعل اللي باللون الاصفر ده كل ده افعال في المصدر لان سبقها كلمة didn't وزي ما قلت لك قبل كده didn't يأتي قبلها جميع الضمائر سواء مفرد او جمع ندخل على القسم اللي بعده وهو question السؤال بتسأل بكلمة did تسأل بكلمة did ويبقى السؤال معناه هل نقول تاني بتسأل بكلمة did والسؤال اصبح معناه هل تمام بعد did يأتي subject اللي هو الفاعل وبعد الفاعل يأتي الverb infinitive الفاعل في المصدر هتقولي طب جاء الفاعل في المصدر ليه هقولك عبيبي جاء الفاعل في المصدر علشان سبقوا كلمة did في السؤال سبقوا كلمة did في السؤال عشان كده الفاعل في المصدر أتى هنا وبعد كده نكمل question السؤال تعال نشوف examples أمثلة they played tennis yesterday they played tennis yesterday يعني هم لعبوا التنس أمس دي جملة في الماضي كيف عرفت إنها جملة في الماضي بطريقتين كلمة يسر داي معناها أمس وعن طريق الفعل الفعل نهايته ed فعشان كده عرفت إنه ماضي طيب طالما عرفت إنه ed ماضي إذن السؤال في الماضي قلتلك بكلمة did كتبتها تمام بعد كلمة did قلتلك هات الفاعل الفاعل اللي هو بداية الجملة اللي فوق أهو they تمام بعد كده قلتلك إيه تعال هات الفعل في المصدر الفعل في المصدر منين أجاب الفعل أهو من الجملة اللي فوق played بس هاته بقى في المصدر يعني بدون إضافة هاحذف ed دي وأجيب الفعل play تمام وبعد كده أكمل الجملة أصبح السؤال معناه did they play tenis yesterday did they play tenis yesterday هل هم لعبوا التنس أمس تمام تمام هتقول لي كونت السؤال ده كيف هقول لك خلي بالك القعدة اللي أنا لسه يلهالك أهي قعدة دي بتحطها في راسك وبتطبق عليها عرفت الترتيب في راسك هتعرف ترتب اهو did بعد كده الفاعل subject يعني الفاعل وبعد كده الفاعل في المصدر اهو تعال they play tenis yesterday طبعا الإجابة أنتوا عارفينها طالما السؤال بهل يبقى الإجابة مرة بyes ومرة بno ونعمل المجس بعديهم يعني they تنزل والdid تنزل بعدها بس طبعا بتنزل small لأنه نقص الكلام يبقى yes they did no they didn't وطبعا ضفت النط بتاع didn't علشان في no إجابة منفية ناخد مثال اجدامبلز مثال he went to the beach yesterday هو ذهب إلى الشاطئ أمس هو ذهب إلى الشاطئ أمس هذه جملة في زمن الماضي البسيط كيف عرفت برضو بطريقتين كلمة yesterday معناها أمس والطريقة التانية الفعل هنا ماضي بس فعل غير منتظم تمام فعل غير منتظم هو ذهب went تمام طيب طالما عرفت أن الجملة في الماضي السؤال بكلمة ايه بكلمة did وبعد did يأتي الفاعل الفاعل اللي هو he من فوقه he يعني هو وبعد الفاعل يأتي الفاعل في المصدر الفاعل اللي ده يا حبيبي went رجعوا أصله للمصدر اللي هو go وكمل بعد كده السؤال يبقى أصبح السؤال اسمه did he go to the beach yesterday يعني هل هو ذهب إلى الشاطئ أمس وطبعا الإجابة أنتوا عارفينها yes he did no he didn't تمام yes وبعد كده بسوي المجس he بتنزل بعد كده did وتنزل في النص مع مراعات خلي بالك لما تكتب did تكتبها d capital أي حرف في بداية أي كلمة في بداية أي جملة المفروض أنه بنكتبه capital حرف كبير تمام did he go to the beach yesterday yes he did أو no he didn't بتختار إجابة من الاثنين على حسب طبعا وضعية السؤال دولوقتي بنكلم عن exercise تمرين make these sentence negative يعني اجعل هذه الجملة negative يعني نفي الجملة الأولى we traveled by train we traveled by train يعني نحن سافرنا بالكتار كل اللي عليك تعمله أنه هتبحث عن الفعل في الجملة تمام يلا نبحث عن الفعل فين الفعل هنا we traveled by train أهو traveled تمام فعل ماضي كيف عرفته لأنه منتظم كمان آخر ed تمام طيب تعال بقى ننفي الجملة كتبنا we مثل ما هي اللي هو الفعل بعد كده أنا أنت عارف طبعا قاعدة negative أو قاعدة النفي في رأسك بننفي كيف القاعدة بتقول didn't يأتي بعدها المصدر مصدر الفعل تمام تعال كده نكتب آه didn't كده الجملة الأولى we travel by train الجملة الدانية آه النفي بتاعها we didn't travel by train جبت كلمة didn't وبعدها جبت الفعل في المصدر جبت الفعل في المصدر منين؟ من الفعل اللي فوق حزفت الإضافة ونزلته في المصدر مثل ما هو الجملة الدانية they saw a shark in the sea هم رأوا سمكة الكرش في البحر فين الفعل؟ saw رأى تمام طيب تعال ننفي كتبت they مثل ما هي وجبت كلمة didn't تمام لأنها تأتي بعد الفعل didn't وبعد didn't يأتي الفعل في المصدر اللي هو see جبت منين see من الفعل saw رأى رجعته للأصل للمصدر وكملت الجملة مثل ما هي they didn't see a shark in the sea هم لم يروا سمكة الكرش في البحر آخر مثال she met my parents yesterday هي قابلت والدي أمس فين الفعل؟ مت قابلة فعل غير منتظم تعال ننفي she didn't meet my parents yesterday كيف نفيت كل الحكاية نزلت الفعل مثل ما هو تمام وdidn't جبتها لأن هي حاجة النفي في زمن الماضي البسيط وبعد didn't انت عارف طبعا القعدة بعد didn't يأتي بعدها الفعل في المصدر أهو meet جبت ميت منين من الفعل meet معناها قابلة في الماضي أصله meet وبعد كده بكمل الجملة مثل ما هي تمام يبقى كل اللي استفدتم من هذا المثال أو هذا انت بتنفي بكلمة didn't ويأتي بعدها الفعل في المصدر didn't ويأتي بعدها الفعل في المصدر سواء الفعل ده بقى في الجملة الأساسية سواء فعل منتظم مثل meet فعل غير منتظم مثل meet أو غير منتظمين أو فعل منتظم مثل ترافل تمام وقلتuchs لك قبل كده انت بتعرف الفعل المتظم بيبأ يحفظ كما هو والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة